اشتركوا في القناة لغاية ما علمائنا درسونا العقيدة الطحوية وعلمونا بعض تفسير القرآن ربنا بيقول في القرآن ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون مين يا رب الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله وألنا الإمام الطحاوي والمؤمنون كلهم أولياء الرحمن مبدئيا كلمة ولي هي كلمة كلمة تضاد وكلمة متنوعة المعنى فالله وليك وأنت ولي الله الله ولي الذين آمنوا وهنا ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم وفيه واحد ممكن تسميه ولي الله اسمه مشهور جدا ده في الهند فعايز تبقى ولي من الأولياء تعالوا نبصوا كده على القرآن والسنة أولا كلمة ولي يعني المحب الراغب في الإرضاء والمعين والناصر لما تيجي تشوف كده معنى كلمة الولي حد بيتولاك حد مسؤول عنك فأنا مش هنفع أبقى مسؤول عن ربنا يبقى أنا أبقى مسؤول عن إرضاء ربنا فأنا بحب ربنا وعايز أرضي ربنا وحريص على ده وبنصر ربنا على نفسي إن تنصروا الله على الأقل على أنفسكم إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم واحد الآية اللي في القرآن اللي بتقول إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون يبقى أول حاجة تعملها عشان تبقى ولي من أولياء الله إنك أنت تقيم أركان الإسلام صعب أوي إن واحد يبقى بيقول نفسي أبقى من المقربين لربنا ويكون ما بيصليش صلواته الخمسة صلوات خمسة يا جماعة فجر فجر والفجر بيتصلى من أدان الفجر لغاية الشروق فالطبيع إن الأولياء بيظبطوا المنبه قبل ما ينام والطبيع إن الأولياء بيبقوا عارفين هو أنا لو نمت الساعة كم ما صحاش فلو الفجر الساعة أربعة هو أنا لو نمت ثلاثة بصحة لا اتنين لا من خبرتي في نفسي محتاج إن ما نمش بعد واحدة عشان كل ما منام بعد واحدة ما بصحاش بيظبط نومه ياخد بالأسباب ويظبط المنبه كأنه ظابط كل أولويات يومه على الأولوية الأولى وهي الصلاة فالطبيع إن إحنا يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ولو ربنا موسع عليك تبقى بتؤتي الزكاة وكأن الآية دي بتقول إن أول خطوة من خطوات أولياء الله يكون بيقيم أركان الإسلام خطوة تانية والحقيقة هي الأولى مش التانية الخطوة الأولى اللي قبل أركان الإسلام إن أنت يبقى ليك رحلة في التعرف على ربنا سبحانه وتعالى يعني إيه رحلة؟ ما أنا النهاردة بحب ربنا وعايز أطيع ربنا وعايز أنصر ربنا ربنا مين؟ وكلمة على فكرة أنا عارف ربنا مش محتاج حد يكلمني على ربنا أتكلم على نفسي ده وهم كبير لأن رحلة التعرف على الله وشهود صفات ربنا ورؤية كيف يعاملنا ربنا سبحانه وتعالى وكيف تظهر الصفات دي في حياتنا وإزاي إحنا متقلبين ما بين صفات ربنا ما بين الرحمة والعطاء واللطف والقيومية والقوة والحكمة الحياة دي رحلة ما تنتهيش إلا لما نشوف ربنا في الجنة سبحانه وتعالى فدائما يبقى عندك رحلة في أنك أنت تقرأ في أسماء الله الحسنة فتعرف معاني الصفات دي ثم تقرأ في كتب أسماء الله الحسنة المتوسعة شوية زي مثلا الأسماء الله الحسنة للإمام القشايري تقرأ الأول لمحمد بكر اسماعيل ثم للإمام القشايري ولما تقرأ الكتابين دول هتتبقى تشوفه وربنا بيظهر بصفاته إزاي في يومي وفي حياتي وبيعرفني على نفسه لما تعرف فربنا هتحبه من قلبك قوي وجنب الحب ده يحصل حاجة اسمها الشهود هتشوفه هتشوفه وبيتعامل معاك فتبقى في حضور تام دايما عارف لما ربنا قال في القرآن وهو معكم أينما كنتم هو معانا طب أنا معاه طب أنا شايفه طب أنا واخد بالي التعرف على الله بيعمل الشهود ده يبقى شهود ثم إقامة لأركان الإسلام طب والتالتة مفيش ولي مؤذي مفيش ولي مؤذي ليه لأن ربنا سبحانه وتعالى خلى سيدنا النبي أولينا حديث قدسي قال صلى الله عليه وسلم قال الله من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب فاللي يعادي أولياء الله ربنا يعلن عليه الحرب أكيد ربنا سبحانه وتعالى لا يؤذن بالحرب أولياءه لأنه